روح لأخبارنا النهاردة النادي الآلي هنبدأ طبعا مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الآلي اللي حرص على الحديث مع اللعيب على هامش طبعا المراني النهاردة طالهم بصفة وبلغة حدة جدا اتباع التعليمات الطبية والتزامات بالإجراءات الوقائية والاحترازية زي ما احنا عارفين فيه إصابات كتيرة جدا جدا بفارس كورونا والموجة التانية قوية جدا الكابتن سيد عبدالحفيز طالب اللعيبة بتوقع الحذر ويخليهم دايما مستمرين في تنفيذ التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقائية وعدم الاختلاط مع عداد كبيرة يعني في تجمعات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة طبعا إلى جانب طبعا استخدام المتعلقات الشخصية او كل واحد يكون يحافظ على نفسه بشكل كبير جدا جدا لان احنا يعني مش عايزين نقول فعرض ان احنا نبعد لو كان عن الإصابات داخل الملعب لكن فيروس كورونا واحنا شايفين الموجة فعلا وفيه إصابات كتيرة جدا جدا على مستوى اللعيبة شفنا النيني يمكن كانت مفاجأة بالنسبة لنا مرح إصابته فكابتن سيد عبدالحفيز بيأكد على اللعيبة بشكل صارم ان هما يلتزموا بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل يكيد طب مهم جدا كابتن هاني وده يمكن موصلوا لكل الجمهور بقى كل الشعب المصري الحقيقة لازم توخي الحذر يا جماعة لازم الإجراءات الاحترازية لو كنا النهاردة بنعملها نزود عليها زي ما بيقولوا النهاردة الجائحة مش عارفين هتطول مين مش عارفين هتخلص امتى فالنهاردة ده مهم جدا 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 النواحي الفنية بقى واستقناف الفريق التدريبات وزي ما حضركم شايفين النهاردة بعدما بتنتهي فترة الراحة اللي منح الجهاز الفني للعيبة مبارح وفقا للبرنامج التدريبي النهاردة بيت سومسوماني المدير الفني عمل محاضرة نظرية مع اللعيبة قبل انطلاق الميران بيستعد لمواجهة أبو إير للأسمدة يوم السبت اللي جاي في كاس مصر يوم 21 موسماني يتكلم مع اللعيبة عن تحديات الفترة اللي جاية بداية من مواجهة أبو إير يوم السبت في دور الثمانية وبعد كده مواصلة ان شاء الله مشوارنا في البطولة واللي بتسبق بإذن الله مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا زي ما حضركم بقيتوا عارفين المقرر لها يوم 27 نوفمبر ترجمة نانسي قنقر